أفد مراسل العربي باستهداف قصفاً إسرائيلياً مدفعي محيط بلدات رميا وميس الجبل ومركبة وحولة جنوبي لبنان وكانت المواجهات قد تجددت على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية وقصف الاحتلال أطراف بلدات الشبعة وسدانة وأحراج كفر حمام والهبارية بينما تعرضت مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبع المحتلة لإطلاق قدائف هاون من الجانب اللبنانية